من الأمور اللي ناس ممكن ما يعرفوها أنك يعني مدير اللجنة الثقافية بالسيندي بادلان صحيح؟ أنا لا مستشار الثقافة والفنون مستشار والإعلام شنت بس شاء الله يعني أنت مريت بأصعب فترة مرت بها هاي المكان فترة الحفلات اللي كان يتم منعها والجدل اللي كبير اللي عليها نطيني مشهد بوحدة من هاي الحفلات ما يغيب عن بالك أبد نشهد اللي ما يغيب عن بالي حينما وجدت نفسي بمواجهة هؤلاء الناس المتطرفين وقعدنا تحدثنا بشكل واضح وصريح هاي بوقت يعني إيقاف حفلة سعد المجرد صحيح؟ لا قبلها محمد رمضان وراها زي ورا محمد رمضان كان أكو حفلات وإجا ويقالوا لت تسوين حفلات بعد لأنه أكو مناسبة دينية نحن عدنا جدول ما العلاقة بالمناسبات الدينية؟ لا جدول عدنا بالمناسبات دينية نحن ما السندبات أصلا هي مكان للعائلة العراقية ممنوع شاب سنجل يطلبه البحث فش سويت من قاعدتهم؟ فقاعدت ناقشتهم بما يرضي الله لأنه أنا مين جاي؟ أنا غيرها ابن البلد ومثلهم مسلم يعني مين أجيب الحشي؟ فهم عدوا معبئين بأفكار خاطئة ورادوا أن يجزون على المكان لكن هو المكان يعني ألغى هاي الفعالية وبعدين أجدت الحفلة مال سعد لمجرد أن كتبها بعافية يعني كتب المستشفى باقتها وما كنت موجود لكنه طريت أن أروح للمدينة وهو ناس اللي ما تتذكروا أنه تم الصلاة بالقرب منه واللغة الحفلة وصاروا هذا المكان؟ عادي 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 وهو جات نظر هم ذول الناس اللي إجاوي قاعدوا وناقشوني يعني مناقشة طويلة جداً حسيت أكو فكر وأكو إيمان منهم بهذا الموضوع أو موضوع فلوس وفوائد هذا ما أقدر رأينا أتهم يعني أتهم حظي وبختي يعني المعارب اللي وراها عدهم معرفة بس هما الناس جوي من باب إنه هذا المكان للعائلة العراقية ممنوع تسوهم بحفلات هي سبب باهت يعني وبسيط حقيقة مجهولة يعني سألتهم يعني أما قلت لهم قلت لهم إنه أكو أماكن أخرى لو تروحون اطهروها أفضل ما تجوا مكان يرتادوا العائلة فالناس بعدين انسعبوا يعني ما